اشتركوا في القناة 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 هذا الشيء الذي نختفه هنا بالنسبة للقتراح الثاني عندي واحد البريوش بحشوة الطاكوس سنخدم العجينة نحتاج لها 600 قرم فور فورس أبيض نحتاج لها شي جوج معالق حليب غبرة جوج معالق سكرتانيدا واحد الفرماجة متلتة معالقة كبيرة الخميرة فورية واحد القريصة الملحة خمارة مفئة 8 جرام ونجمعها بالمدافي نضع المدافي عبر حول المدافي ونجمع برد نضعها جيدا ونضع الفيلم أليمونتر ونضعها حتى تخمر من بعد نضيفها ونضيفها ونضيفها في موجة لعلافار الحشوة نحتاج لها بصلة متوسطة ونضيفها مقيلة مع زيت و ملحة و رزع ونضيفها حتى تنضيفها ونضيفها على جنس ونحتاج جوج فلافين ونضيفها ونضيفها ونقضعها مربعات ونضيفها في ملحة والزيت و المزار ونحتاج لها 4 الصدر الجاج ونضيفها ونقضعه مربعات ونضيفها في مزكراس الخل ونضيفه طغيرة ونضيفها ونضيفة طغيرة القرفة اضافة معلقة صغيرة تومة غبرة هذا كله سنرقضه مع تصدر الدجاج واحد ساعتين من قبل سنشحره كذلك بشوية الزيت وشوية الملحة وشوية اللبزار حتى ينشق لي الدجاج سنزيد على بصلة اللي شحرت من قبل والسلافير سنزيد على هذا كله بشوية الزيت ونقطة ونطفل البوطة ونزيد الفرماج محكوك اي فرماج عندك فقدر تحكي واتخدني بي هذه هي لفرس سنطلقها بالطحين على شكل مستطيل ونجيب لفرس ديالي ونحطها في الجنب أنا حاجي هنا سنقول لي بحلا سنصوب ليش ناك سنصوب واحد البودان هاد البودان سنضهنه ببيضة مطربة مع شوية ديال الخل او لشوية ديال الحليب بشك تحيي ديالك الزيتفورية ونأخذ واحد المول الذي يكون متقوب من الوسط سنخدمه فيه الكيك سنضهنه مزيان بالزبدة ونرشه بالطحين ونأخذ هاد البودان ديالي سنخشيه وسط من المول يعني سيأتي نتوى على شكل كيك هو بريوش سيأتي على شكل كيك دائري سنضهنه من الجنب ونضهنه مالفوق كامل بذلك البيض ونرشه بشوية ديال الطافو او بشوية ديال جنجلان بيض ونخلي كذلك في الفران او نسد عليه الفران حتي يخمر وغد نشعل عليه الفران ونخليه طيب ايه سواك يجي في المدق غزال وحتى في المنظر كيجي شوية بالدلع لدك ويضيي وش أخرين ايه 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 بالنسبة الاقتراح الثالث عندي واحد الخبيزة سيغطخيز حتي يكا جيزوينة هادو كيكونوا هادو تقدمهم في اللومجة ايه ايه عندي بنسبة لعجينة عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة مجونة واحد الخمارة واحد قبيصة ديال الملحة وبيضة نسكاس ديال الزيت ومعلقة كبيرة ديال الزيت ومعلقة كبيرة ديال الزيت معلقة كبيرة ديال عطرية ديال الحوت ركا اتباع في المحلات ايه هادشي غدي نجمعه بالمدافي كذلك غدي نجمع مزيالة جينة ديالي غنخليها شوية مرخوفة غندلكها ونحطها شوية خمر غندوز نوجه للحشوة ديالي اللي فيها واحد البصلة متوسطة الحجم حتيام قطعة مربعة صغيرة غدي نحتاج الملحة والزيت والبزار نشحر هذه البصلة ديالي مقيلة غدي نزيد عليها صغير ديال الشامبينيون نغسوله غدي نزيد عليها معلقة كبيرة ديال عطرية ديال الشويرما وغدي نزيد معلقة تانية ديال عطرية للحوت غدي نشحر هادشي مزيان خارج المر غدي نزيد زيته نقطع وغدي نزيد جوج حكاك ديال طون ديال الزيت ديالهم بسفيل مزيد وغدي نزيد وغدي نحتاج جوج ديال بيضات مسلوقين غدي ناخد هاد الحشو هاده غنخلي حتيه برد غنرجع العجينة ديالي من بعد ما حيت منها القاز غنقسمها على جوج غدي ناخد اي مول دائري عندك تاني في الدار غدي نبدي نزيد زيان بالزبدة وترشيه بالطحين والعجينة غدي نطلقها مزيان بالمدلك غدي نحويل البتال دك المول غدي نفينيها من الجناب بالمدلك غاد ندير لفق ديالي کاملة من الوسط ومن الفوق غدي نعندي فرماج سندويتش غدي نحط 1-5 او 6 ديال الفرماجات وغدي ندير ذاك البيض مسلوق هو اخر حاجة غدي نحكوه غدي نحطه من الفوق غدي نرجع النص الاخر دياليع غدي نطلقه كذلك بالمدلك وغدي نهزو غدي نحطه غادي نرو كطبقة من فوق من المول غدي نصدع لعجينة ديالي غد نصد اوله نعز اوله نصدخبيزة ديالي ودهنها كاملة كبير بايد مخلط مع شوية ديال الحليب ونحتل وستملمون وغادي ندير واحد الحفيرة بالموت باش تنفس ليا ديال الخبيزة من يتكون كطيب باش ما تدك التبقى ما تشليه وتقلع ليا من الاختها ايه فقلنا غادي ندهنها وغادي نشرب شوية ديال الطاف وكادليك ولا جنجلان ولا شوفان ولا اي حاجة عندك ديال الموالح كديني بها ودخلها الفران وكطيب ومصحة الراحة الله يعطيك صحة شكرا لك بزاف على المشاركة ديالك بهذه الاقتراحات اللي هما سانين وبساط ام مختلفين صحكم روك الله يبارك فيك شكرا لك شكرا لك دحيتنا لك كريمة ام اسيا من بوزنيقة مشكورة جدا على هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا اليوم واكيد المقاو دائما على تواصل المزيد من الاقتراحات رفقة كريمة ورفقة المستمعات اللي كيبغوا دائما انهم يتواصلوا معنا ويتقسموا الخبرات المطبخية والافكار والاقتراحات وشيوات رفقة المستمعات اللي كيسمعونا دائما من خلال برنامج اللامو التي اللحظة غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة تعرفوا على شكون الفائزات المحدودة معانا اليوم في المسابقات اليومية واللي يعني كي من حكم كل شهر هدايا من دهب فاصل وراجعين دانا دي مشيوا مباشرة تعرفوا ليشكون المستمع المحدودة معانا اليوم اللي ربحات من توجه التنظيف المنزلية مهدات من اكسيت بالاضافة اللي انه كل الصور اللي باتت لنا دازول صحب القرعة وان شاء الله تكون من محدودات الفوز بداخل دي لدهب ألو عزيزة وعالموا رحمة الله عزيزة لباس عليك الله يبرك فيك عزيزة شنو الكنية ديالك عدي عزيزة عدي من درب ا Chao اتبارك الله عليكم وبرك عليك الفوز من توجه التنظيف المنزلية مهدات من اكسيت وان شاء الله صور ديالك مشاول ساحب القرعة ومتمنى أنك تفوزي بتاقم ديال ده شكرا لله سعيدة بارك الله فيك شكرا ميبرع ديال وبرك الله عليكم تحياتنا لك وشكرا لك بزاف على المشاركة ديالك في المسابقة وحتى أنتوا مستمعين ضعفوا لحضور ديالكم المسابقة مازال مستمرة حاولوا أنكم تبعتونا بصور على الرقم ديال واتساب صور في هالمنتوج ديال البلاصة اللي انتوا منظفتوا في الدار ديالكم بهذا المنتوج بالإضافة الوريقة ديروا فيها السمية والكنية والمدينة ديالكم وبعتو بهذا الصور يعني كل مرة كل نهار كنتم تبعو البيت ديالكم بالمنتوج حاولوا أنكم تسافتونا بصور عديدة وأكيد إن شاء الله هتكونوا من المحدودات أنكم تفوزوا معنا من خلال تصال هاتفي بالفوز منتوج التنظيف المنزلية بالإضافة على أن الصور ديالكم تمشي لسحب القرعة وفي نهاية كل شهر سنتعرفوا لاش كل فائزة المحدودة بتاقم ديال دهب الصور تسافتوها مباشرة على الرقم ديال الواتساب الخاص بالمسابقات واللي هو 06-50-87-70-55 06-50-87-70-55 وحد سعيد لجميع مستمعات للمولاتي وصلنا للمسابقة اليومية واللي يوميا كان اختاروا مستمعات اللي باتت لنا على الرقم ديال الواتساب اقتراحاته وشيوات وكان تواصلوا معها باش قدم هاد الاقتراحات للمستمعات وما تنسوش على انو المصابقة الكبرى مازالت مستمرة الفوز من ضم ديال دهب والطريقة سهلة ربعة ديال الغلافات يعني حاولوا انكم جمعهم في كل برة في كل جوار ربعة ديال الغلافات جوج ايديال وجوج دمتي وحاولوا انكم صفتوهم على العنوان ديال مادغاديو اللي هو اداعة مادغاديو فهذا الزرق توني خمسة وخمسين تابق الخامس الدربدة يمكن لكم إذا كنتوا قرأ معنا هنا في الدربدة حاولوا انكم تجيبوهم مباشرة للمقر ديال اداعة مادغاديو واكيد على انو قد ما ضعفتوا الحضور ديالكم فوق ما يكون عندكم من توجد ديال دمتي وإيديال حاولوا انكم تجمعوهم وتفرقوهم على جويات صفتوهم اكيد على انو قد ما صفتو العديد من الادريفة فيها قانون المسابقة التازمتو بي فاكيد على انو قد ضعفوا الحضور ديالكم على انو في صحب القرعة في الفرز يعني يكون وحدة من البروات اللي صفتو نتمنى انو كل مستمعات ان شاء الله الحدقات المغربيات حتى سعيد الفوز من ضم ديال الدهب غادي نمشيوا مباشرة عند المستمعات اللي ربحت معنا اليوم ولي هي لطيفة لقراميز ام هدايا من ضربيضة قالوا لطيفة قالوا خلال لسا ناكيد يا ربس عليك الحمد لله الله يبارك فيك بارك الله وفيك كنية عندك مميزة جدا بحل شي ممتلة امريكية لطيفة لجمات ديالهوليو لطيفة مرحبا بيك وتبارك الله عليك على المشاركة ديالك بعتي بالعديد من الصور شهيوة كلهم كي شهيو لطيفة فشنو غتختارينينا اليوم باش قدمي المستمعات انا ما بغيش نختارليك لانه صور كتير فحاوليش انه تقدمي المستمعات اليوم بسبوصة بالشوكولات ووحدة الخبزة معمراء ايه مزين موخة خليك معنا لطيفة ام هدايا غادينا نتعرفو على المقادر والطريقات ديال البسبوصة وديال خبزة معمراء من بعد الفاصل دان تفضلي لطيفة ام هدايا نتعرفو على الاقتراح اللو اللي هو بسبوصة بالشوكولات يك يكس بيال سنيدة ايه وكس بيال زيت ام هم ونسكس بيال سنيدة ايه وجوج وباني ايه بيال ايديال وياغورت باني واخا ورشة الملح وطلتة البيضات وصصة شيوحدة بيال كاكاو ايديال ايه اخا كنخلطوها شي كامل في الخلاط الكهربائي وندهن الملدي بالزاج بالزيت ونرشو في السميدة ودخلوها الفران وصص بش بشغل شنسقيوها ايه الصلصة بشغل نسقيوها ايه فيها البطا شقة هادي الشوكولات ايه وياغورت ديال الشوكولات هادي هيدايا ياك هيدايا اه ايه سمعت شوكولاتو بسبوسة ايه ايه وندهو بشوكولات ونخبزهم ذاك يغورت ديال الشوكولات بما تخرج كنسقيها وكنزوقها بلكو كل اللي عندكم ايه سهلا ويبغيوها الوليدات واخا بعوجة لتعودين المقادر ديال بسبوسة ايه واخا ايه 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 واجوش خمارة ديال ايديال ايه وكاز ديال الزيت ونسكاز ديال سانيدة ايه واحد صاشي ديال كاكاو ايديال وفاني ديال وياغورت فاني ورشة ديال الملح وطلطة البيضات ايه واخا ويمكن خلطوا كل شيء في الخلط وندخلوها الفرقية ايه ونسكوها بسميدة وندخلوها الفران طيب وكنسكوها بالسوس ديال الشوكولات فيه ياغورت ديال الشوكولات ونبطر شرقة عادية الشوكولات ايه واخا كم نزوقوها ازوقها لحسب فعلا ايه الكوك محمر ولا الكوكا ومهرماش ولا الوزقى فيلي ايه مزيان لا تكسحة نمشي القتراح التاني قلت ان اخو بيزم عمرها ايه فيها 500 جرام ديال الفرز ايه وجوجمع القليل سانيدة ايه وجوجمع الققبار ديال زيت زيت ايه وياغورت ديال ياغورت نسوس ايه ونعجنوها بلماء ونصف خمارة نصف خمارة ديال الحلوة واخا ونعجنوها بالمدافئ غان عجنوها كنديلك هاد معرقة ديال زبدة واخا كنخليها ترتاح كنديل مقلة كنديل فيها واخا قبل من المقلة نعاودوا لانه المستمعات يسجلوا بشوية واخا يالله لانه لا مشي مشكلة لانه بالعكس لا احنا نريد ان نذكره لانه كان بعض سيدات اللي ما تيكتبوش ولا هادو وتيبغوا انه يعاودوا يعقلوا على المقادر واخا واخا لانه فيها نسكيلوت الفورس مهم وجوججمع القديل سانيدة وجوججمع القديل لديل جيت زيتو يه ويغورت نسس مهم طف وكنجمعوها بالمعدة في واخا كنجمعها كان بللك هاد معرقة ديال الزبدة زبدة ايه البطاء ايه واخا ويمكن بللك همزان كان قليها ترتاح كان هز المقلة في الألوان. كان نصل لهم معا شوية ديال بزيت و شوية ديال البزارة و شوية شوية ديال ملحة. وندير عليهم الكفتة. اللي كان دجاجه اللي انا مقدرت لي فيها الكفتة ديال بقري. ايه وخا. وندير فيها زيتون مقطع. صافي كان نخليها على جارة تبرد وكان نهزد ذيك العجينة كان نقسمها على جارة كويرات. كان نبسطها كان نبسط القورة اللولة في اللطة. وكان دي فيها هذه الحشوة وندير ديال عليها فرماج حمر. وندير لك هذيك. ايه. اللجينة الفقر. ايه وكن خلي واحد شوية كان دي فيه ديك بفيرة. ايه. فعلا باش نزينه. ايه. مهم. كان نلمط. انا ما كان ديش ديك الجناد كان نبقى نورك عليهم بالشوكة. لكن بحالي لك هنلمط. كان دخل الفقانية في التجتنية. ايه. ونتقب بالشوكة ونهز ديك الكورة اللي خليت كان دي فيها بفيرة. ونزوق بها. ونزوق صح الرحة. اللي اعتك صحة. تباك الله عليك وبالنسبة الحشوات على حسب اللي متوفر عنا المهمية القاعدة ديال هذي العجين. ايه. اللي اعتك صحة. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك لطيفة الكبرى. ما زلت مستمر سابع قليلة. فحاولوا انكم تبعتوا بالأدريفة ديالكم فيها قانون المسابقة. وليهما جوج غلافة ديال دامتي مع جوج غلافة ديال في كل بران في كل جوة. وتصفتوهم اما تجيبون مباشرة المقر ديال ميد غاديو مباشرة او لا بعتوهم لنا لنوان ديال ميد غاديو اللي هو اداعة ميد غاديو. فضاء الضرقتوني خمسة وخمسة طبق الخامس الدربيضة ستسعيد لجميع مستمعات للمولتي. لقاءنا بكم مستمعنا ما زل مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعة وغادينمشيوا والاقتراحات اللي غادينقدم لكم اليوم نوزول عن طلب كثير من السيدات وغادينبدووا بالكيكا ديال الخيز والقرقاء والكرامال لقدمت لنا البارح خديجة وورا. تمنى انكم تكونوا في السماع وتسجلوها لانو كاتجيزوين بزاف. غادينحتاجوا في المقادير بالنسبة للكيك غادينحتاجوا اربعة ديال البيضات. كاس لعنبا ديال السانيدة من هذك سكر الاشقر كاسوناد. نسكاس ديال السانيدة. غادينخلطوهم غادينخلطوهم مزيان. وغادينضيفو لهم كاس واربع ديال الزيت. ونزيدو نخلطو. وغادينحسن غادينخلطي المقاديرهم اللولين باش تسجلوهم بعد تسجلوهم بشكل طريقة. فبالنسبة للكيك غزو والقرقاء والكاراميل سنحتاجوا فيها ربعة ديال البيضات. كاس ديال السكر الاشقر يعني كاسوناد. سنحتاجوا نسكاس ديال سانيدة. كاسو ربع ديال الزيت. ربعة ديال طحين فورس ميتين وخمسين جرام ديال فورس من النوع الجيد. معلقة كبيرة مع مراش ديال القرفة. قبيصة ديال الملح. جوش خمارات حمرين ديال حلوة. سنحتاجوا 350 جرام ديال خيزو محكوك في الحكاكة رقيقة ومعصر مزيين من الماء. 100 جرام ديال قرقاء مهرمش. فهدوهما المقادير ديال كيك. ربعة ديال البيضات. كاس ديال السكر الأشقر الكاسوناد. نسكاس ديال السانيدة. كاسو ربع ديال الزيت. رابعة ديال طحين فورس من النوع الجيد. معلقة كبيرة مع مراش ديال القرفة. قبيصة ديال الملح. جوش خمارات حمرين ديال حلوة. 350 جرام ديال خيزو محكوك في الحكاكة رقيقة ونعصرهم مزيين من الماء. ونصف ديال قرقاء مهرمش. هادو باما المقادير والطريقة سهلة بالنسبة للكيك. غادين نزيد ين نزيد عليهم كاس ديال السكر الاشقر الكاسوناد. ليكون ده لون دياله بوني. هالكراميل سينيدة يعني سكر الاشقر. ونزيدchio على هادو ربعات البيضات وكاس ديال السكر الاشقر كاسوناد. غادين نزيد عليهم 1 كاس ديال سنيدة. بالنسبة للكاسوناد هلاكي يدبع عند اليمن تبيعه المواد ربعات حلويت. كي يدبع في الاسباق الكبرى كس الأشقال كصوند نضيفه كاس السندة نضيفه مخلطه محن مخلطه ثم نضيفه كاس وربعه كاس وربعه نضيفه هذا المقادر يجب أن تخلطنا كاس السندة مع كاس وربعه الازيت يجب علي المزيجة وخلطة كميات يحتوي على ذلك في القبيل والمزيج الوصف 40% من نوع الجيد يجب على القرفة والمزيج حمرين وخمارات حمرين نضيف الملح والخمارات والخشب نضيف الملح والخمارات والخشب نضيف الملح 30 كرام ح comput نقوم بتصوف الملح والخليق نضيف الملح والخلص اضع الخليط و اضع الفران و الى كرامل اضع الكرامل 200 جرام عام 5 مقلة نأخذ الكسرونة أو المقلة نضيفها 200 جرام و نضيفها 5 معالغ كبار الماء و نضيفها من فوق العفية حتى نرى تخلط مع الماء و نضيفها كراميل و نضيفها كراميل و نضيفها نضيفها بعض القجزة التارية نضيفها نضيفها من حيث و نقوم بتحجير الماء و نضيفها من حتى نضيف ماء و نقوم بتحجيرال الماء و نضيفها لفوق العفية ونجعلها حتى تلقينا مرة أخرى حتى تحجر يتلقي الترخف معه ونزيد القجدة التارية فضروري ساندة مع خمسة المعاة القبار نضعه من فوق العفية أو لف المقلة أو لف كارسرنا فوق العفية حتى الدوب لنا ساندة تولي كراميل من بعد نحيدها من فوق العفية ونزيد عليها القجدة التارية الخاصة بالطبخ ونحركه مزيدان بعد ذلك الساعة نرجعها فوق العفية ونحركه محجرة تلقينا مزيدا ونحصله على خليط كراميل نهائيا ما محجر مواله ثم من بعد نضعها العفية ونزيد عليها جوج مع القبار السبدة مع قبيصة الملحة مع الفاني السائل قطرات من الفاني اللي هو سائل وقبيصة الملحة ونجمعها لقى السبدة إلا ما كانش نديره الفاني العادي اللي ما عندوش مثلا اللي ما عندوش فاني السائل وان كان الفاني الملي كيكون سائل كتكون الروح دياله مجهده كيكون في المدار كيجي غالب من بعد ذلك الكيكا طابت لنا وقسمناها على جوج عندنا الكراميل ها هو وجدناه فغادي نمشيوا بالنسبة ل الكريمة اللولة واللي فيها جوج العلب ديال جبن كريمي اللي كان في الحك المعروف جوج البوتات ديال جبن كريمي غادي نطربوهم مزيان مع ستين جرام ديال سكر غلاسي يعني نطربوهم مزيان حتى يتخلط لنا جوج حكاك دياله مع ستين جرام ديال سكر غلاسي كان تحنوهم مزيان من بعد كان نزو جوج مع القباء غادي نخلي الكراميل حتى يدفادي حتى يبرد ونزيدوش على هاد الخاليط ونصحون الكراميل صيبنا نخليه ابرده قدامنا ونمشي وناخدوه انا نديرو الحك اللول ديال جبن كريمي زائد الحك التاني ديال جبن كريمي يعني يجوج بوتات ديال جبن كريمي هذين نطربوهم مع ستين جرام ديال السكر غلاسي ونطحنوهم مزيان نحصلو على واحد الكريمة مخلطة مزيان هذين نهزوجو جمع القات كبار من هادك الكراميل اللي وجدنا ونضيفه على هاد الكريمة دير جبن والسكر غلاسي ننخلطوه نحلطوه بسباتول نحتافدوه بيعل جانب نأخذو القجدة التارية القجدة التارية هذا قاعدوه thru 350 غرام من خين فخيش خاصة الحلويات قجدة التارية نضربوها مزيان وطلعوها مزيان مع جمع القبار دير السكر غلاسي مناصي طلع الينا مزيان مع جمع القديس السكر غلاسي ديالساعة كنناخدوه هذه الخليط الليول كنديروه مع الخليط الثاني نضيفها على جبن كريمي خلطناه مع الكراميل الخالية الأول مع الخالية الثانية تخلطه نحصل على كريمة واحدة وكريمة واحدة وكريمة الكريمة الكيكا خرجناها من الفران قسمناها على جوش قسمناها على النص ومباشرة نمشي ونأخذ التزيين نأخذ الكيكا التحتانية وندهنها بالكريمة ونعود ندير الطبقة الكيكا من الفوق ونعود ندهنها بالكريمة وندهن الكريمة بالجوانب حتى تولي كلها فيها الوسط كريمة وكتولي الفوق كريمة وفي الجوانب لأن الكيكا قسمناها على جوش نديروا الطرف الفوق التحتاني وندهنوا بالكريمة في الوسط وفي الجوانب نديروا فوق منها الطرف الكيكا الفوقاني ونعودوا ندهنها بالكريمة ونشيوا الجناب كلهم حتى تولي كلها مخلطة بهذه الكريمة اللي احنا درنا من بعد غادي نأخذوا هذا الكراميل ونخويهم من الفوق ويبقى يدمع يعطي واحد المنظر زوين ونزينوا بالكراميل كيف ممكن انكم تغلفوها كاملة بها الكراميل ونزل كيف ممكن انكم تغلصوا في الكراميل ويضع ساعة للسقط تبتوه ايما في الجوانب أو تديرو في الوسط كنوع من تزيين مع شوية الخيزو تودوزو في شوية الكراميل غير هذه المقلة إذا بقى لكم فيها شوية الكراميل خيزو وخيكم الخضر محكوك في الحكاق خلطوه مع هاداك الكراميل القرقع تودوزو في الكراميل وغيزو ونزينو بها كشوية الوسط ركعتين واحد المنظر ويجي واحد الغابان لأساس انو داخل فيها القرقاع وفيها الخيزو وركنكم عارفين انو المداق دي الخيزو مع الكاراميل مع القرقاع ركني يجيزون بزاف عندكم الوقت الكافي راه هي وخافها بزاف دي المقادير ولكن راه مقادير لي هي قليلة يعني ماشي قليلة يعني سهلة في تحضير ديالها اه اه ساني ده الكاراميل دغيتي وجد تلقي جد الطريقة ركني ناخدها واجدوك نطربوها فما فيهاش بزاف دي الحويجات هاد الحويجات اللي في القرامات يعني من غير اه مختار المقادير على ما نحنه في الحكى خزة ونقوم بجيزو و Zuكل من المماركة يجبين فيها سوى الناس كبバイ و اناك نتعلم بعض الاتصال بمقادر على مستخدم الكيركاة ببطوها ويفضوع السكر جلسي من فوق او بتديروها السيارة على الشوكولات ونقوم بجلس ونخلطها تبق بجيع العلقة الكيركاة على الحوالي نشفها لانه كمانتك تتحول نهاية الشوكولات وقام بجمازه نضيفه بالتفاصيل الكيكة ثم الكراميل ثم الكريمة ترجمة نانسية نتمنى تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد الاقتراح ديال الكيكا بالكراميل واللي تلبوها بزاف ديال المستمعات واللي نتمنى انهم يكونوا في الاستماع لانه كتجيزوين بزاف وغديمشوا دابا الاقتراح ديال سوكينا ومهيبة ديال العصر ديال البربا واللي نبغيكم انكم توجدو الوليداتكم لانه كيجيزوين بزاف واللون دياله را كيفتح شهية هو صراحة الوليداتي حتى ما تيكروش للبربا مراها مناسب هادو الافراد الاسرة على العموم انهم ياخدو هادو العصر لانه كيجيزوين حتى انو متل ما تكون شي مناسب وكان بغيو نخلطو نديرو عصر الليمون عصر ديال الفوكام نتكونو كالحباب ولا افراد الاسرة ولا شي مناسبة زوينة غي بيناتنفى من انديرو مكينش للفريز ونديرو هادو العصر كيجيزوين واللون دياله كيفتح شهية كيجي اللون دياله راقي ودك المندر شوية غوز وفي نفس الوقت المدق دياله كيجيزوين وكأنو في فواكه يعني مشكلة فغادي ناخدو بالنسبة العصر ديال البربا جوج حبات ديال البربا يكونو مسلوقين مزيان في الماء يعني نسلقوهم جوج كيسان ديال الماء جوج حبات ديال البربا ناخدوهم ونديرو هم يتسلقو جوج كيسان ديال الماء ونحتفظو بهادو الماء عاجدو لها ديال تربل يكونو مزيان يتغسل مزيان لأنه منا نحن بغيين ديال الماء جوج حبات ديال البربا مسلوقين مع انسترو ديال البن من ديال الكرتوناء اولى العادي والاحسن ديال الكرتوناء لأنه تاوت يكون شوية عاقد فاقلنا جوج بربات مسلوقين مستردو ديال البن مستردو ديال حليب جوج ديال البنانانات واحد يغورج بنك هادية الفريز يششد ديال البنانات مكتو's والحلوة لحسب الضغط نأخذ الكهربائي سوف نأخذ الكهربائي منطقين ومسلوقين ومقطعين طريفات نضيف السطر البن نضيف السطر الحليب نضيف بانانات واحد ياغورت بالنكهة والثاني لحسب الضغط هؤلاء المقادير سوف نحصل على واحد المشروب لونه وردي يعني غوز يكون حمر فاتح مدق وتقيل ما بينخفيف وتقيل يجيب حل ذاك المشروب يتبغي الوليدات غير هو هذا اللون غادي الغوز فقلنا جوج باربات مسلوقين مع السطر ديال البن مع السطر ديال الحليب مع جوج بانانات مع واحد ياغورت بالنكهة ديال فريز وساندة نحنه كل شيء ونحصله على واحد العثير وهو زوين هذا الماء اللي سلقنا فيه البربا نحتفظه بي باش نصيبو بي السيرو كيف مدارد سوكينا اوميبا واللي سطر حاجه زوين وعنده بزاف ديال ممكن وضفوف بزاف ديال اقتراحات فغادي ناخده هاداك البربا اللي سلق لانك شغلنا تغسل مزيان كيف ممكن هي صعيب انكم تغسل مزيان وتسلق جوج كيسان ديال الماء ونخليهم حتى تسلق مزيان هاداك الماء هاداك الماء غادي نحتفظ به هاداك البربا غادي نحيده لقشرة دياله هاداك الماء اللي سلقنا في البربا غادي ن Gay usar هاداك الماء اللي سلقنا في البربا غادي نحيده هاداك الماء لي ح осين عليه الماء اللي سلقنا في البربة الزوج في الأسفل الزوج ان يقوم بلغة الحرارة لن يقوم بلغة نقبل رفق الزوج لتنبقي قليل و ساعة لكو نخيطه عندكم هذا السيرو الرمان الذي يتبع في القرعة الجج لدينا هناك فالنسكاس سنخلطه معه و لنحصل على كيمية كبيرة و ستنبقيه لتنبقيه في كل ما هو طبيعي سننخذر روح الذي يبيعي المواد الحلويات الروح الفرمبوز أو الفرز سنبقيه الصغير سوف ي Rio برابا عبره سوف يطلق للماء سوف يطلق للماء سوف يطلق للماء سوف يطلق للماء ونحركوا 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 ونحصلوا على واحد السيرو وهذا السيرو اللي حصلنا عليه ونزيدوا لي الروح ونزيدوا لي الروح للفرمبوز أو الفريز ونزيدوا في قرعة الجج ونحتفضوا به للإستعمالات دياله ممكن نزينه بالكامل الفوق ممكن نضيف خطوط منه في الكريب في البانكيك ممكن نضيف تشيز كيك مثلا البيسكوية مطحون نضيف في الكريمة وفوق منه هاد السيرو هكا ملفوغ غير ياغورت مثلا نبغينا نعطي الوليدات ممكن نضيف واحد المعلقة منه في المهلابية ملفوغ نزينه به اي نوع دياله دياله احنا درنا بعد ما تركيكو عنا غيكيكا وكندوزوها في المعلقة ديال كونفيتوغ او مثلا البيسكوية مطحون وكنديرو فلفاغين في كويسات او لفزليفات وكنديرو اي كريمة او لا ياغورت وكنديرو الفواكه ممكن نضيف خطوط منه عنده بزاف ديال استعمالات وفكرة زوينة بزاف نتمنى ان تكون وصلاتكم غدين توقفوا مع فاصل قسر وغدين نرجعوا مباشرة رفقة خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ اليوم غدين تكلموا في علاج القامل والسيبان عند الولدات وكنعرفوا لانه بزاف ديالامهات كيعانهم هاد المشكلة مع ولداتهم فاليوم غدين تكلموا على كيفاش نخلصوا الشعر ديالولدات ديالنا بالقامل والسيبان وكذلك بمواد طبيعية وشامبونا الطبيعية كيف معودناكم دائما من خلال برنامج للا مولاتي ورجنا لكم مستمعينا دائما رفقة خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ اهلا بك حرية واحنا نور سنة نبس عليك على خير توحشناك الله يبرك فيك الله يبرك فيك تحية لي كل تقم البرنامج وكل مستمعينا ومستمعينا دين من غاديو داخل الوطن وخارج الوطن الله يبرك فيك اكيد على انه ونبغل مستمعينا انه ان شاء الله غادي ندروجوش حلقات في هذا الموضوع ديال كيفاش نعالجوا القامل والسيبان اه كان عرفوا انه هاد المشكل كي يعاني منه الامهات مع ولداتهم وولدات دائما خاصة مع الدخول المدراسي اه فكان عرفوا انه ولدات يعني كيتلقوا مع بعدياتهم بوحد تلقائية بوحد البساطة فشعر مع الشعر يعني كيكونوا هكا في المدراسة ولا فكي يعني كنعرفوا انه القمل والسيبان يعني كيتسرب طريقية سهلة وحتى انه كنشوفوا الويدات كي يحكوا رأسهم ولاد ولابنات الامهات كيدروا ما في جهدهم كتقولك انا رمتلا كنضفلي كنغسلي هادم عنده اشي علاقة نهائيا يعني بقلة النظافة لانه القمل والسيبان يعني كيتسرب واحد طريقة اللي هي يعني سريعة فاليوم بغينا نتكلموا على هاد الموضوع بغينا نعالجوه شوية بشوية كيفاش نتخلصوا منه كيفاش كل وقاية وعندي نديروش حلقات ان شاء الله بل اضافة لانه حتى لانه راها نقدر الام مثلا تعالج هاد المشكل مثلا وكان عرفو ذاك سيبان كيدر البيض ولا ملي كيدر البيض القملة كتبغي تموت كتولد ها فملي كيكون هاد المشكل كنعرفوا لانه حتى مثلا مخدلين عسفال وليد او للبنيتة او لبزرد الحويجات راحتهما خاصنا شو ضروري بحالي قلت الاختسانة القملة كتبغي البلستانقية تعيش فيها قليل اللي كتعيش في الاوسخ دبان المشكل دي القمل ولا مطروح ولا العيلات ولو كيخافهم هاد المشكل دي علاش اغلبية دريدي المدرسة دريدي كيبقوا في المدرسة من الثمانية حتى العشية هادوك عندهم مشكل دي القمل لانه كيتعادوا القملة إلا بقات غير في الوسادة راكت لصق في الطفل والبنت كتقول لكم هناك النظف لانه كي لنقيت فيها القملة سيدتي ماشي مشكل وما تخل عيش عادي جدا لان القملة هي واحد الحشرة صغيرة مكترش وإنما كتبقى في واحد البلاسة إلا نعش حد فوق داك الوسادة ولا تغطى فيزر وعنده واحد الرجيلات إلا لسقطت على الشعران واخت غسليها كتبقى لاسقة إلا معطيتها شي اللي غادي اللي غاي قدع لها را غا تبقى لاسقة وزيادتان دائما الدول دي القمل دائما تكون استشارات طبية ودائما الجادي في الأسواق لأنه ده بعض المرات هادي يقدروا العيالات تجيوا مغريبة القمل ملكي القلب لاز الفاضة أنقي راكي يفرز واحد الأنزيم اللي كي يحار بدك سموم اللي كتدير له راكي تقول لك أنا درت لدبوه لكي نخص نشوفه شي حاجة لي قوية لأنه للقاملة كتفرز آآ أنزيمات وذيك الأنزيمات كتكونوا كويقاية لياهية من ذيك السموم اللي كتدر لبه نقتلوها لذا كان صح سيدتي من الأحسن اللي تشوف الشعر ديال بنتك فيها القمل ما تخلعيش كين مسائل وسائل مواد طبيعية جدا وبدون تخوف غديرها للشعر ديال بنتك ومن الأحسن تفادي لبعض المرهامات اللي كتشريها بدون استشارات طبية وذيك المرهامات تخصت دار بوحد طريقة صحيحة لأنه هذيك المرهامات تخصت نعرفوها بأنه فيها واحد نوع ديال المبيدات وذيك المبيدات اللي كتكون البنتك تحك ومن تكدر لذيك المرهام والذيك المبيد اللي كيتبع في السيدلية بدون استشارات طبية يقدر يعطيك بعض الأعراض على الفروات ديال الشعر وخاصة اللي كتكون ذيك الحكام اللي كتكون البنتك تحك وكتجراح الفروات ديال الشعر ونتي كتدر ذيك الخلطة ديال المنصة ديالي كتشريها بدون استشارات طبية وتقدر تطعف مشكل اللي هو صعيب من الأحسن اللي تشوفي عندك هذا القمل في الشعر ديالبنتك نظفها مزيان تصلي شعرها ودير عطال الله غد نعطيكم وصفات اللي يمكن لكم تكون وقاية للقمل وحتى بنتك ما تتعداش من المدرسة نصح من المدارس ان المدارس يديروا واحد المجهود كبير في المؤسسة ديالهم يشمشوا الفراش يرقبوا داك الوسايد يرقبوا الاطفال اللي فيهم القمل يحاولوا يبعدوهم على الدرالي ويتكون واحد التواصل ما بينهم بالأمهات ديالهم ميخليوش يتعملوا بها الطريقة هذي عادية ان الطفل قملين عاس فاد البلاسة وكي يجي طفل اخر ينعس هنا باش كيتعادوا الاطفال ولا كي ينعبوا ولا كي ينعبوا في شعر ديالبعضيات وملا كي يربطوش شعر ديالبعضيات باللعب كي ينعبوا ماشي حل انو هنحربوا من هاد الامور ولا غاد ينبعدوهم على اه يتعزلوا باش انهم ولكن الواحد يعني حتى الامهات تكون وعيات على انهم يكونش واحد الحرج على انو المدرسة مني تعييت عليهم ان الولد ولا البنت فيها القمل اولا في السيبان اولا مثلا المراقبة تكون بشكل يومي احنا قد نتكلموا على الوقاية وعلى مثلا حتى انو زونا القمل والسيبان من شعر ديال الولد ولا البنت مثلا ولكن شنو هما كتبقى دائما عند الام تخوف طيلة السنة لانه ربما يرجع لها غير رجع لها ربما تعادة فكين شي حويجات اللي غاد ينبعدوهم الوقاية ولكن قبل بحل ده الام نمشي بامور اللي هي عملية الام لقات الولد ولا البنت فيه القمل مثلا ولسيبان كين فرق يعني بحل ده بقى شنو غادي تدير اول حاجة شنو غادي تدير يعني بالمراحل تخلع مواله تجلب البنت في الليل دوش لها تكون موال طبيعية انا عطيها خلطة تكون كويقاية للشعر ديال بنته وتاخد في المثال حبت حلاوة والقشور ديال الخيار بلو حومش حبت حلاوة وقشور ديال الخيار وازير لتدل حويجات كندينوا في قرعة ديال الزج تكبع لهم حبت حلاوة والقشور ديال الخيار واليزير ليزير نديره في واحد القرعة تكون معقمة ونكبع لهم كاس ديال مطايب ورسم العلقة ديال ملحبل ديال نخليها في ذاك القرعة مني كندوش لبنته ديال نفس الصباح مني كتجي سخرج من دراسة كنديروا واحد لرقتن في الدانا وكنشقوا فوق الودن الودن وفي الرقبة تركز على هذي كويقاية بليت تحاول ما امكان توصيل بنيتا دياله تقول لمليت بغيت نعاس تعطيها بمثال واحد الدراري اللي كينا شوف المؤسسات نطلب الأمهات يكون واحد يزيار ديالهم خاص تكون عندها فشكارة قول لابنت مليت بغيت نعاس فرش هذا على المسادة وهذه غير كنصائح وكويقاية بالنسبة للغسيل دائما يكون مستحضارات بشامبوان طبيعية من غير شامبوان مواد طبيعية إلا اخدنا الشامبوان ديال الزير والقشور ديال الخيار فعال لحد من المشكل ديال القمل يعني نفس الوصفة القشور ديال الخيار واليازير وخلطوهم مع الشامبوان ديال أطفال شوية نطيبهم في كاس ديال الماء نصفي ودك الماء ندير الشامبون الأطفال هذا هو يكون من غسلوب الشعر ديالنا من اللي تشوف سيدة كذلك عند القمل بكاترة وصيبان لأن الصيبان صيبان وفعلا كي يبدأ كي يقوليني لا سقف الزغب هي الصيبان اللي تكون عامرة يعني ما زال ما تخرجس من القملة رأس سهلة باش تطاح ولكن اللي تطاح من القملة وكتبقى ذلك الجلدة هي اللي تلسق على الشعر كنحاولو نديرو شي حاجة اللي كتغمق اللي كتقتل التنفس دياله باش كنديرو كنديرو الفازلين كنديرو معلقة ديال الفازلين كنديروها في واحد الآنية كنديرو جوج دروسة ديال التومة محكوكين كنخلطو كندهنو كنديرو هم بدون تخوف خاصة الأطفال اللي كيكون عندهم نديرو لهم شي حاجة فيها مبيدات من الأحسن من الأحسن من الأحسن كناخدو وإلا ما عنداش زبدة ديال الكاريتي والزبدة شية والفازلين يمكن لدير مايونيس ولكن مايونيس تصوبه في الدار تصوبه بالبيد البلدي وتحاول تدير بها الزيت يكون ديال الضراء ولا زيت البلدية العموم يعني المايونيز هو كويقاية أنه السيدات ولو كيديرو فعلا قالتي جازوينا أنه حتى مثلا الأم اللي تنظف شعر ديال بنتها وتخلصها مثلا ولا ولدها من المجمع الأسيبان تحاول أنه بشكل أسبوعي فق ما تدير يعني تعومهم من الأحسن أنه تدير لهم يعني المايونيز وتمشت لهم شعر ديالهم وتدير يعني سلوفان ولا فوتا سخونة وتخليه حتى الواحد ساعة ساعتين وعاد تخصل لهم بالفعل يا ذا منيك نديره مادة طبيعية يمكننا نخليه تسعة ساعتين ما شي مشكل ولكن منيك نديره واحد المبيد يعني هذا نسميه مبيد يعني واحد المرهم يسكون باستشارة طبية وعنده واحد الوقت معين يعني عشر دقايق لا أقل ولا أكثر كنغسله الشعر دياله دايما الشعر علش كي نسحو دايما الشعر يتغسل ما يهبط شي داك شي داك شي للعين لأنه كي يدر العين وكي يقدر الحساسي يقدر يدر تسلب الشراء ديالوجه نحن نجنبه هذا التاج والمواد الطبيعية يمكننا مواد طبيعية كثيرة لأنه قملة صغيرة يمكننا نخلقه وتموس ونديروك المشتر القيقة واتحدك المشتر القرن والذي تكتبع في السيدالية دابا مساوبة نادية عراكين في السيدالية دابا لديك فعلا يعني مبين الماتريال المهم جدا عندك هو وثميت وضيف حياتي البلد باش اللي هبطات كتبان 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 دابا كتبان الدول للشعر كتبان المايونيز والزبدات الكاريتي مع التومة تزيار الشعر مزيان واحد ساعة ساعتين وكتبان مشتر قيقة كي يهبط دك شي ونبط كتبوشي وتشلي دائما تشلي دائما بحبة حلاوة يعني دير واحد نسكة دير حبة حلاوة وجوش كيسان ديال ما يغلو وكنصفي ودك الماوالي كنشله به الشعر يمكن لها تشلل بحبة حلاوة يمكن لها تشلل الشعر دياله بأزير يعني هادو حويجات اللي كي خلصونا منا هيكونوا كويقاية من القملة ذكرت يعني هدي مودة كنا نتكلمنا على نمس المشكل واللي ذكرت دابا القشور ديال الخيار وحتى انه عطيتي واحد نصيحة على اساس انه درنا مثلا الخيار درنا شلاضة بالخيار وبقادة كتريف التحساني نحاولو نفلحو واحد شوية وندوو وزوع للشعر ديال الوليدات لانه رفعلا كويقاية كي يحمينا من هاداك المشكل ديال القملة والسيبة وبالنسبة للشعر للعيالات اللي عندهم البنيتات في الشعر طويل نكلهم ياخدوا الماديا الخيار نحكو الخيار ناخدوا الماديا له كنديروا بحال دابا نسكة ديال ما ديال الخيار كنديروا معهم عقا ديال الآزير مطحون مطحون مزيان كيتخلط وكندهنو بها الشعر ديالنا قبل لغسيل هدي كويقاية كداليك للتساقط ديال المشكل ديال القملة وانتمنى انه الامة هاتلي كي سمعونا اليوم وليت باكلة البنيتات ديالهم الشعر ديالهم طويل ما يقطعوش ليهم على اساس لان الله يحصل العون كيكون مثلا المشكل ديال القملة والسيبان في الشعر وكل سيمانة عندهم خصوم يغسلوا وينطفوه يعني وكيكون شعر طويل فكي تقول لك انا ننقصت منه حتى انهم ما كي ما كيثولوا للبنت لوالو اولا كتنقصت وكادل كنتمحن معهم وهو في هذا فانتمنى على انهم يخلوا ليهم الشعر ديالهم ويدروا واحد شوية ديال المجهود يعني يرا هدي هي القملة ما كتعش في الشعر في الطول ديال الشعكت تعش في قلودين يعني مليك نشوف بنتي عندها القملة نمشي للفرش دياله هو اللوول نشم مش للفرش دياله نعود للفرش دياله من اللوول الرش بالفرش دياله ندير القشور ديال الخيار ملوحوهم نديروا حبة حلوة في الوسادة نديروا قشور ديال الحامود في الوسادة هذي كل حويجات كتحارب منه القملة والقملة اختياطات حسن احتياطات والقاملة تعيش من الدم وتقدر تكون عدوى تقدر تنقل شيء مرض من الشخص للشخص راكين معروفة في التاريخ فكرتيني في هذه النقطة لأساس انه دابا كنشوف يعني شيروبرتاجات يعني في اسيا دابا عندهم القمل تيجمعوه وكين مراكز يعني بحالك يسرحوك يخلي واحد خمسة ولستة يعني في الفروات ديال الراس كينشتليهم دورة دموية وكينبتليهم الشعر كيساعدهم يعني لحيث القملاء علاش احنا كنحربوه ومتيقلبا هي كتمسس دم يعك تعيش من دم ديال الانسان يعك القملاء مني كتكون في الفروات ديال الشعر يعني كتكون عندما بالنسبة هما كيقول بأن نراها سحر ينم زيانة لأن الدم طال على الراس الوكسيجين واصل للراس هناك يتأكدوا من السلامة بأن الدم ركاد دورة دموية ركاد دور مزيان لأن القملاء لما لقيتش الدم رماغات تعيش مستحيل تعيش بشي بلاصة من الى تحت من الشعر في الارض عندها ساعة ما كاملة ساعة تموت لأنك تعيش من الدم وكتخذ المسائل ديالها من الدم لذا كنصح السيدات أن مليتش في الشعر ديال بنتك في القملاء لا تقطعوه لاش ما كيش علشت مشيحل كيف قلت تيرا كيبقى مورا الودنيني نهاية القطعوه لها كان شعرها طويل والبنيتها فرحانة بي وفصراحة يعني شي حاجة اللي خيلي كيحسن الشعر لا 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 مشيحل نهائيا وما مجال ديال تجميل نخلي وشعر ديال ولدتنا نحول كثيرة ديال باش نحاربوا القمل ماشي شي حاجة اللي هي وحتي لابقى ما كيدرش اشتي لابقى احنا كن حافو الناس عايشين القمل اراه اش حملنا متشريد معه عايش مع القمل ديستر غيرو كان ده ما احنا ذيك الهاجج ديال القمل ولا كيخوف العيالات والناس كيدحكو راها متحمل اراه هذي اللي اللي كيتحرجو وتردو شخصة الدرس عيطت لهم ولا مثلا شي وحده من هذي قد يولا كدولا بنتك مثلا لارم بيتوشي لعباء والدي والأني كي مزاف ديال مؤسساتي راقون فراجد ليك فيه بالأطفال احنا ذك شي لاش بغينا كي مزاف ديال الحلو تبارك الله واللي يعني مبقاش نهائيا كي يعانيوا من هذي المشكيل هذو بالنسبة لما راح اللي اخسنا نتبعوها بالنسبة للوقاية بحده من مثلا كيفاش ندلو الزيت حبة حلاوة الخزامة بالنسبة للخزامة الخزامة كتنفحتها هي الخزامة كتنفحتها واخا حالده بالخزامة وحبة حلاوة حويجات اللي نصيبوهم على شي ساعة ويبقون عالنا سواء الوليدات يعني عندهم هذا المشكل ولا ما عندهمش هي الوقاية دائما منيك نصو الشعر ديالوليداتنا تشير تكون بالنفع وحبة حلاوة وتكون بالقشور ديالخيار الشامبونيس يكونوا طبيعيا من الاحسان وبخاخات يكونوا فضالة من الزعتار ومن ازير يعني بخاخ دائما نرشو الشعر ديالي بنيتا بالبخاخ ودائما نديروا واحد المكوين اللي في واحد الريحة مجهداء اللي كتخنق ذاك القملة اللي كانت في الراس لان منيك نعطوها واحد الريحة مجهداء لها راسي نورمار غادي تموت والمجفف الشعر السيشوار را كيقتل ذاك البيضات ديال الصيبان يقتل علاش كينشفوه ما كيخليش داك اللي كانت بقادرة السيشوار فوق المجفف الكهربائي البلاسة اللي فيها السيبان بسهولة كيتاح يعني مليك تدير السيشوار ودير المشطاء را كيتاح داك الصيبان يكون اللي كيعطينا القملة لان القملة كتموت قبل ما تموت كتتبيض كتدير البيض عارك تموت كتعيش 30 يوم فعلا تكلمتي عن المايوناز وفعلا المايوناز مسايب في الداري لا درنا هالشعر يعني بنسبة العلاج المشكل ديال جميل والصيبان رافعها لحته هو وفي نفس الوقت كيبقى كويقاية كنبقوا نديروه منها يعني كي خلصنا من هاد التوفيليت منها انه كيرتبشو الزبا يعني رحته ورمو غدي لانه في البيض في زيت فيها فرا نحاولو اننا نديرو كويقاية فمسمعنا اكيد موزرين مواصلين رفقت خبيرات الشعر والتجميل حر يا شويق اليوم كان تكلموا على علاج لقبل وصيبان مواد وشامبوانات طبيعية اكيدا لانه الحلقة المقبلة بايدنات والتاء المقبل غدي نزيد ونكملوا في امور كتخص يعني كيفاش نتانيه بشعر دي الولدات وكيفاش نعالجوه هاد المشكل فخليكم معنا غدي نرجعوا لاستقبل مكالمتكم الهاتفية فاصلوا رجعين في عالمين يتغير لاحجة الانتدار التخفيضات للاستفادة من افضل العروض الى غاية 15 دجامبر استفيدوا من عروض بلاك فريدي لبام سي تصلوا الى 15% على سلفكم للسكن و60% على سلفكم الاستهلاك عروض خاضعة لشروط بام سي مجموعة بين باي باريبا بنكون يتطور لعالمين يتغير هاد المشي مباشرة استقبل مكالمتكم الهاتفية نتعرف على كل تساؤلتكم التجميلية جاوب عليها مشكورة جدا خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ وغاد ناخد اول مكالمة معنا معنا مريم من نرباط الو الو امينة من القريطرة الو امينة الو السلام عليكم امينة وعليكم السلام ورحمة الله لباس عليك على خير الحمد لله مرحبا لباس الحمد لله بارك الله وفيك اه بغي سأختيغين شارت معكم ايه تفلي ايه على القمل ايه انا دوزو وليداتي كان عندي ايه درور اه بنياتي ودري صغير ايه درور ايه درور ماشي دعما نقول غير البنات بلاد درور لا فعلا احنا بلاد وبنات عندك الحق ايه وانا صراحة ما تخلعتش منه ايه فالبنات عادي كانت تجاضي تيه عند تبارك الله بنيات عادي ايه ايه كنت تجريد لهم هدك كومادة اللي كتباع في صيدلية ديك اللي كتقوي الشعر هادي كنت كنت نديرها لهم ونغطي لهم شعرهم ونقول لهم ما كنت نخليهم شي يحكوا تنبقى حد يوم ما يقصوش يحكو شعرهم باش ما ياخدوش السوم ايه وصافي تنغسل لهم شعرهم ولكن واحد الحاجة الوحيدة اللي كانوا يديروها عند الناس ما مبقاش يديروها عند الناس دابع كنت نشد بنياتي بحالكة ننقليهم الشعر ديالهم كنت نحييز من هذا البيض اللي سيبقى في الشعر ايه كنت تفليليهم ايه كان نفليليهم هدية والحمد لله ما لقيت معهم بتشي مشكلة ام يعني كل مرة تتراقبك تتشوفي الشعر شنو فيه وشنو تتفليلي ايه في البنات من بلية كان نقبني كان نقول هاتي داروور تنقحي كنت تصيباً من هذا البيض ديالهم تتحييز هاتي دادوور لبن النسكعي كي يعجوا يقولك غريس حيض ولكن ما تدرجى هذا الطريق ومشتادية القرن كما ذكرت ايه ام وانه فصراحة بقوم دكرا يدي الطفولة درامناه كبراه ديع قلوع هاته اوه الله الام صح لانه بعد نوات ايه كنت تفليلي كيفاش ماما كانت تتفليليك الشعر ديالك وتتراقب وتتحذيو فعلا. والدري الصغير ماذا تليوال وحس اللي هباه. ودرنا لديك المشتر القي قانيسة دي القرد. ومشتنا عليه والحمد لله ماذا شما ما قلت تفتو فيهم. اواخ. اواخ امينة. مختم منه ماتاشي حاجة. اواخ. هات شليكين. ولا رمكتغت النظافة ولا اذا كش عطي تنفس به. ماشي كان زمان من قلة النظافة ودبها الحمد لله. الله يبرك فيك صباحكم بركة امينة. شكرا لك. شكرا لك بزاف. سناخده معنا خديجة باليوسفية. اهلو خديجة. وعليكم السلام. ورحمة الله. الله يبرك فيك مرحبا. مرحبا لله شكرا. مبارك الله فيك اختي. اه انا يا عندي واحد سؤال ولكن ما كنت مشكل مرحبا. كنت لي واحد لمرة كنت لك وعطيتي جلسي بالنسبة الزيت لكونكون. ايه. زيال السعر يعني احنا سعر يحرص ومناسب. اه. وخديجه وانا كنت شريته. من شريته. ما كنت بغيش القرعة. ما كنت بيست خرج لها ذاك الزيت. اه. قديري الازلفة فيها المسخون وحط حطيديك القرعة في ذاك المشكل. باش يدوب. ها. باش يدوب. اه. حينت اولك هنا في المطفحة ابرك الاختي ما حطك عيب. حينت عري حروش. وخاكم خذيه من حل موكل هم كيف يكفي لي بزاف. دغية كينشف. كينشف. اه كينشف. كينشف. كينشف كينشف. قبل الحمام ستجعل زبدة بلدية و معلقة عسل الحر تخلطهم جيدا و ستجعل ترطيب الشعر قبل الغسل والغاسل الذي تغسل به تفزقه بالمادة الهلامية و ستجعل تفزقه بالمادة الهلامية و ستغسل به شعر الحمام و من يكون شعر فازك الدهني بزيت الكوك زيت الكوكو زيت الكوكو زيت الكوكو يعني معروف انه راه على اساس انه يتجمع زيت الكوكو الصحيح و الاصيلة و كيف ما قلت يعني زلافة ندرو فالما سخون حتى يدوب و ممكن لانه ربما هي اخذته في ذاك القريعة فمنك تجبد يعني بس بعدها لك يجيها صعيب ممكن لانه دوء يعني تدير زلافة فالما سخون وتحط ذاك القريعة و من اللي يدوب لها تخويه في شي بواطة ولا في شي قريعة دي الزج كون عريضة باش بدأت تجبد منه بحل الكريمة ناخدوه معنا فاطيما من بلجيكا هلو فاطيما وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا الله يطول عمرك بارك الله فيك مرحبا الله يبرك فيك شكرا على جهودة دي لكم كامل عفو دواجب الله يبرك مصائح و لحظكم و انهاكم مبروكة و المهم بعدك تستبدوه المهم ديان احنا الحمد الله الله يودي احنا رح ندبه صدعونا مهد الساعة ده بالاضافية فايول اللي كنا كنا نسمع مع استبعادة بس ساحة اه صعيب الحال يوه مزيان والله يقدرنا يلا يقدركم ان شاء الله كنا نخدمو حتى الاخر في عام الليل و كنطرر نده الصباح باش نسمعو لهذا لانا مهنا صاري تعود ندبه ولا بحال نوع دي الادمام ايوه محباب بكم محباب محباب ايه عندي واحد تدخل صيد ايه ايه انا كنستعمل ايه ايه النوع ديه كان و تلاثة على الاقل تلاجوش تلاثة المرات في الغسيل في الأسبوع ايه و يستعملو ذاك ابخي شمطة و يمشطود ذاك مشترقيقة هذا باش كيتحايد ذاك القمر الكبير مه وبالنسبة للعناية اليومية هي راه ضروري ايه ايه أياه ومصح سيدات لا يبدأو بالمواد الكيموية الا الا استعصالي هم هي نيسا اه انا اما ان المتائب مسائطة الف進اء يبدوا العلاج يديروا على الزكي شنطة يعنيوا يطول المشتر يغسلوك ومشتوك حيضوك الكبير ومن بعد يبقو يوميا الفلي ينقيوش عالي فلي ومزيان ومشتر قيقة مشتر القرنية ايه ويستعملوش هالطريقة فانا ما كنظنش بانا ذاك الموار الكيموية لانا كيرجعوك اطنوع العينين دي الاطفل خطة انت يكون وليدات مدلين صغر بزاف تعيب انا المرهم سيسا اسمعتنا واحد سيدنا واحدة هدي مع واحد دكتور كانت قالت بان البيبي عنده واربع شهور ولو تسعملو موار الكيموية ويهد شي خاطئ انا ما كننصح شي لا 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 تقولهم حبصوا هذا الشي تسعملو الموار الكيموية لجدودنا والموار التي تعطيهم الاختفالية يرى كافي مما فيهم الكفاية او بغيب شي فائل يا ربي امين الواحد ما يغمر بسحة ولا بسحة ولداته ويدير شي حاجة اللي تقدر ترجع لي يعني بحويج اللي فيها يعني خطورة خاصة ولدات اللي تكونوا مزانين صغر هذا الخطر لكيين ان الاسواق كي تقول لك هذا قاتل للقبل احنا ما عرفناش المكوين احنا كنعرفو وخلشوفو في محل موات جميل ولكن راها من الاحسن لان الصيداليات ولا باستشارة طبية اختصاصي في امرأة الجلدية راها تقدر تمشي عنده ويعطيها على حسب يعني الكريم اللي هو مناسب دبا المشكلة اللي اخصم يعرفوه النساء ان المبيدات اللي كتقتل الحشرات را مبيد قاتل بني كيكون في المختبر كيكون يعني بالعناية وكيكون مراقب يعني واحد الكمية اللي كيديروها في واحد المنتوج اللي كيكون في الاسواق ولكن دبا ولينا كنشوفو في الاسواق منتوجات اللي فيها مبيد للقبل هذا هو الخطر لان ذاك مبيد قاتل يقدر يعطي اعراض على الصحة الانسان وللا حرية فكرتيني في واحد الحاجة اللي نبغي نتكلم عليها وانه كان عرفوه انه مثلا يعني في انتغنت يعني في الانتغنت وصبحوا بزاف ديال السيدات يعني يتيبعوا بزاف ديال الامور وتتقول لك مثلا هاد الكريم را فعال ما كنعرفوش را مصدر ديالو هاد الكريم منين جاي ما تنعرفوش مثلا حتى الشركة اللي هي مصيبها او للمختبر اللي هو مصيبه وكيقدر مثلا انه حتى تبين ما كتبينش لوجه ديالها وتبين مثلا غي انه را هات سيدة را هدارت هاد الكريم ورات خلصت من القمل مثلا او لسيبان ديال وليداتها الامهات مليئ انهم باغين ينقوش يحل فكيمشوا مباشرة يشريوا او لا يسافطوا لهم يعني غير في هكا يعني في تواصل هكا من فهات شي يعني كيقدر يؤثر ومن اللي كيوقع شي مشكل لانه هات شي كيتسرب حتى الداخل يعني في فعلا مستوى انه تتكون الاكسادة في الجسم ديالنا بهذه المنتجات هذه حتى انه ترجع يعني ما ما عنددتش يمصدر تقدر اغدت صفحات ديال فيسبوك ديالا ما هنعرفوش حتى المصدر ينقوش فمن الاحسن كل حاجة وعندها راملي كان بغيون تقدر الحم كان مشو عن القزار ما كان مشوش يعني كل حاجة وعندها البلاسة ديالها من الاحسن خاصة الوليدات الصغار نسولو ونمشيو للصيداليات ونستشرو راكيكونو دا كاتيرا ديال الصيدالة ونمشيو يلسى حصل الامر ودرنا نبدينا بمواد طبيعية وشفنا على انه ما عطاش واحد نتيجة كبيرة وحنا قلتنا مبقاش عدنا الخاطر لك ساعة نمشيو عن طبيب ندير واحد استشاره راه كي يعرف يعني اختيصاتي في الامراض الجلدي والابادياتر رايعتك مثلا شنو المنتوج المناسب على حسب السين ديال والدك هي هي الأختانا مكنش منتوج طبيعي لي ما هيخطنه القملاقية تخناكتها فيها نفس فيها روح فيها عند قلب عند كل حياة ويعني حشرة لا بالعكس على ركت بشي البلاسة اللي نقية ركت بشي تاخد الحاجة اللي نقيتها يكت خف على رأسها غير هي بالنسبة للمبيد من ديروش مرهم ونديرو على الشعار الطفلة ديالنا ونديرو للفولة وتقدر تباتبه تال الصباح حداري لأن المنتوج من الصيدلية يكون باستشارة طبية ونديرهم الدواجيزة خاص بالأطفال خاص بالأطفال معين ونخلطوش ونديروش واحد الحاجة اللي إلا ما كانش طبيعيا ما نغامروش في الحاجة اللي هي كتبع في الأسواق بطريقة غير عادية وماشي أي حاجة سمعناها نديروها لا هذا هو الغلط ده اللي كيتوفيه الناس وكتكون مشكلة وكنصبحوا مشاكل أخرى صحية لأنه يقدر يكون في مثل الطفل عنده حساسية أولى الضيقة أولى المختصين وكنتقول لك اللي رأي سمعتها ورأي شفت صاحبتي رأي دارت هالبنتها ولا؟ ما نلعبوش في صحتنا كين أطباء كين اختصاصيين كين سيدالي وشكينة في شيء حاجة نصولوك يكون معنا مختصين مرحبا بيكون في أي وقت والواحد يحاول يسول دوي الاختصاص باش يكون الأمور يعني غادم زيان أنا سارة من مكنيس ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا أختي السناء ألبس عليك الله يبرك فيك سارة مرحبا أحكم بروق الله يبرك فيك شكرا للدكتورة حرية خبيرة 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 تجميل خبيرة خبيرة الله يبرك فيك شكرا أريد أن أغنسوا لعاتك أنا لدي ابنية هذه تقريبا عشي عانين وقمل فيها يجي ويمشي في الأول كنت نضي لها الخل أخذوه وقد نضي لفرشة وقد نرشو عليها وقد نتحيد لها قاعد تقريبا ما بقى شكي يجيها كتحيد ذلك البيت ديالو كتحيد كل شي ما بقى شكي الفرش زيالا كتنقي لها الفرش ديالا كتنقم زيان لها كان شمش لها كل شي كان تطلع الشمش واقع والاني مين حبث الخل عودت وتعادت محيت الخل مع شعرها شوية نجف والخل زد نشفلها الشعر ديالا شوفي غد ديري واحد الخلطة غد ديرها لبنتك غد ديرها لبعدها الشحمة ديالكلوة ربائنا هذه الشحمارة كنديرو بينا نحنا بعد مرة كنديروها مع الشماء وكنديرو بعيدنا كدوا بيها ودري معها زريعات المعدنة وساد الوصفة كنت تعطت استحسان ديال المستمعات تخلطها تكت ولي مرهم تدهني الشعر ديالبنتك ومتبعد تغسليها كندوبوها نصفيوها وكنديرو زريعات المعدنة ونخلطوها كولي بحال كريمة كندهنو بيها الشعر ونخليوها واحد مدة ديالساعة وبعد كنديرو مش ترقيقة واحد الخلطة اللي يمكنك تديرها للا بشكون ويقايا للشعر ديالبنتك غد تخدي الوريقة ديالك غاليبتوس وغد تخدي الوريقات ديال اه ازير يعني ما متقوني بلا ما تدقيهم غديرهم في واحد القرعة ديالزاج غدير معهم القشور ديال الخيار وغد تغطيهم بالزيت وغديري ثلاثة دروسة دروسة ديالتو ما محكوكين وتتدير ذلك القرعة تخليها واحد تلتية مربع يام ومن بعد منك تبغي تدهني لها شعرها تتخلطي مزيان وكتدهني بدك زويتها وكتلفي لها شعرها شوية عاد كتغسلي لها ودائما شلي بنتك يكون عندها شامبون طبيعي ويكون تشلي لها شعرها بالحبة حلاوة يعني شامبون طبيعي كتديره من ازير ومن القشور ديال الخيار هدي يكون عندك رسمي في الدار تغسلي لها شعر دياله وكل ما تجي تخرج للمدرسة رشي لها شعر دياله بالماء ديال الخيار يعني شقق لها شعرها بالماء ديال الخيار والمايونيس قبل الغسيل اكيد غد نواصلوا موضوعنا دائما حول مشكل ديال قامل السيبان عند الاطفال التلتاء المقبل شكرا لك بزاف حرية شويخ خبيرة شعر والتجميع على كل هذه النصحة اللي قدمتنا اليوم وتلتاء المقبل بإذن الله شكرا لكم مستمعنا لحسن المتابعة والإستمع على البرنامج المولاتي غدا ان شاء الله غد يكون حاضر معنا الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي فأمراض النساء والتوليد موضوعنا غد يكون معلومات طبية مهمة جدا حول التخصيب الخارجي أطفال آنبيب الحق المجهري مرحبا بكل تساؤلتكم الطبية ببدأ الملحداش الاثناش لكم تحية وفا فإذ رفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية وسميح عشوبي في استقبل مكلمتكم الهاتفية نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد غاديو الإداءة القريبة منكم اشتركوا في القناة